دايماً بنقول إن الصورة بألف كلمة وده لإن الصورة دايماً بتبقى قادرة توصف كل شيء ممكن ما نقدرش نوصفه بالكلام أما على السوشال ميديا فالصورة والفيديو بقوا هم أساس أي ترند وهم أكتر حاجة بتلفت انتباه الناس ضفنا النهاردة مصور من السعيد وحب التصوير من الألبومات بتاعة العائلة وصور الزكريات العائلية لحد ما درس التصوير وبقى محترفين مش بس كده ده كمان بقى ليه ستايل خاص به خصوصاً في التصوير الوثائقي معنا النهاردة علي زرعي صاحب الفيلم الوثائقي صورتك إزايك يا علي الحمد لله تمام إزايك الحمد لله قبل أن أسألك عن الفيلم ده أنا عايزك تشرح سريعاً أنت بتعمل إيه ماشي أنا ابتدت تصوير تقريباً من 2012 مع بداية دخولي الجامعة أنا درست أدابة علام وتخصصت صحافة بعدها في وقت الدراسة بتاعتي كنت بشتغل في أماكن مختلفة صحفية ويعني في بداية الصحافة شوية كنت بصور تصوير شارع أو تصوير اللي هو بتطلب مني وقت التقرير تقرير آه بعدين ابتديت شوية أهتم بالتصوير الوثائقي كاهتمامي بالقصة نفسها أكتر من اهتمامي بالصورة إن أنا أقدر أدي وقت إن أنا أقدر فكرة البحث وفكرة إن أنا أخلق علاقة صداقة مع الناس مش مجرد إن أنا أعابر بعرفهم وبمشي لا إحنا بس بنقدر نخلق كده حياة مع بعض بنقدر نخلق صداقة بنقدر نستمر وقت أطول مع بعض بعدين الصورة تظهر فكانش عندي أفكار واضحة للتصوير الوثائقي أنا ممكن أطلع منه إيه على قد إن أنا كنت في مرحلة اكتشاف وفي بداية 2015 وقت يعني تقريبا من سبع سنين كانت عن طريق الصدفة بتديت مشروع هو حاليا مشروع طويل وهو مشروعي يعني اللي أنا استمرت فيه وقت طويل عن توصيق القبائل البدو الرحل في الدلتا بالتحديد يعني في الدلتا القبائل بيترحلوا من أماكن مختلفة ما لهمش مكان سابت سابت يعيشوا فيه وكان السبب الرئيسي اللي أنا استمر في القصة يعني لحد الوقت ده وجود عم هاني السيد سليم محمد يعني وهو بطل قصتي وهو المفتاح والطريق لأن أنا أقدر أدخل لتوصيق حاجات مختلفة من الحياة البدو الرحل في الدلتا سواء اجتماعية أو اقتصادية الأسواق وطريقة المعيشة بتاعتهم أو التوصيق اجتماعي زي الأفراح أو كمان الأحزان يعني حاجات مختلفة وكان السر الكبير وجود عم هاني لأنه يقدر يخليني أقدر أخلق علاقة لأن أنا بشتغل معاه مش عنه ودي فرقة كتير أنه يحسه بالتقدير ويحس أنه قد إيه وجوده معايا في حياتي مش بس وجوده في الصورة وبعد يعني أحاول أختصر يعني ما زلت لحد دلوقتي بشتغل على قصة عم هاني والبدو بس مع ده دخلت حاجات مختلفة زي أني جات لفرصة لأن أنا قادر أسافر أدرس تصوير وثائقي في ألمانيا وكانت فترة مهمة لأني اكتشفت حاجات جديدة في الستايل الخاص بتصويري وحاليا في مصر يعني بشتغل أو بحاول أن أنا أبصر للتصوير الوثائقي بنظرة مختلفة عن اللي أنا بدأت فيها وكده يعني